السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة تحية طيبة لكم يوم الجمعة الرابع من شهر مارس 2022 نشرت المساء لأهم أخبار ألمانيا كي تكونوا على معرفة بكل شيء أصدقائي من مصادر مقتوقة في البداية سوف نبدأ بالخبر الذي سألني عنه عدد كبير من الأصدقاء الذين يعيشون بمدينة شتوتغارد أغلبكم سمع هذا اليوم بعض الظهر تقريبا الساعة الثانية بعض الظهر سمعتم صوتا قويا مثل صوت انفجار وعدد كبير من الأصدقاء سألني ماذا حصل بالضبط الأمر وما فيه لا يدعو إلى القلق أصدقائي ولله الحمد ما سمعتمه من صوت الانفجار كان هو صوت انفجار الذي تعمله الطائرات الحربية الألمانية التي تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت كيف حصل هذا الأمر؟ هناك القاعدة العسكرية الجوية التي توجد في بايرن جاءها اليوم خبرية بأن هناك طائرة دخلت ومسكها الرادار الألماني أجهزة الرادار وأجهزة المناقبة ولم يعرفوا من هذه الطائرة ولمن تعود ولذلك حفاظا على أمن البلاد وحفاظا على الأمن واليقاضة التي تتمتع به قوات الجيش الألماني أرسلوا طائرتين حربيتين من نوع أويغوفايتا التي تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت وفي دقائق قليلة وصلت من بايرن في دقائق قليلة وصلت إلى سماء شتودغاربس يعني طائرة نفاتة ونعرف بأن الطائرة النفاتة حتى أمريكا عندها هذه الطائرات أصدقائي أو ألمانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين الدول التي عندها طائرات حربية الطائرات الحربية يعني تطير بسرعة خارقة تفوق سرعة الصوت وهذا يؤدي إلى حدود انفجار بالغلاف الجوي ويسمى هذا الانفجار هو يمكن أن تبحثوا عليه في اليوتيوب وستشاهدون بعض الفيديوهات كيف يحصل هذا الانفجار أصدقائي للطائرة التي تسير بسرعة الصوت وصلت الطائرة الحربية الألمانية إلى تلك الطائرة التي يرغبون معرفة هويتها وبعدما أنجزوا مهمتهم وتعرفوا عليها رجعوا أصدقائي لم يخبروا من هذه الطائرة لم يخبروا لمن تعود هذه الطائرة ولم يخبروا هل تراضوها من الأجواء الألمانية أو هل تأكدوا فقط من الرادار والتواصل معها وبعد ذلك غادرت ألمانيا إلى آخره لكن كل شيء ولله الحمد تمام وهذه الحادثة سمع النسل انفجارة هذا فقط انفجار الذي خلفته الطائرة عند تلك السرعة يحصل انفجار بالغلاف الجوي أصدقائي أيضا نمر الآن إلى موضوع آخر السيد شولتس تكلم هذا اليوم بمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشار ألمانيا تكلم مع الرئيس الروسي وطلب من الرئيس الروسي تهديئة الأمر وطلب من الرئيس الروسي أيضا أن يوقف هذه الحرب ويتوجه إلى الحوار المكالمة أخذت تقريبا ساعة وهم يتحورون مع بعض ويتكلمون ونقشوا أمور متعددة وأكد وركز السيد شولتس على أن الحل هو السلام والتهديئة والتشاور الرئيس الروسي أصدقائي في مكالمته قال بأنه لا يهدد الدول الأوروبية وقال بأن روسيا لا تفكر في غزو أي دولة أوروبية وقال الرئيس الروسي أنه أيضا يرغب بالحوار لكن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه من بين شروطه كي يعمل السلام مع أوكرانيا هو أن توقع أوكرانيا ويلتزم حلف الناتو بأن لا يدخلها إلى حلف الناتو وأن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح إضافة إلى ذلك طلب الرئيس الروسي بأن تعترف أوكرانيا وتتنازل على شبه جزيرة القرم لتصبح تابعة للدولة الروسية وطلب أيضا بأن شرق روسيا المناطق التي تعيش فيها الأقلية الروسية شرق أوكرانيا المناطق التي تعيش فيها الأقلية الروسية بأن يصبح عندها حكم ذاتي أصدقائي وهذه هي شروطه التي أخبر بها السيد شولت إضافة إلى ذلك أيضا هذا اليوم أكد مستشار ألمانيا بأن ألمانيا لن تدخل في حرب ولن تكون هناك حرب مع روسيا وأيضا أكد حلف الناتو العسكري الذي تتواجد فيه بريطانيا فرنسا ألمانيا وأمريكا إلى آخره قالوا بأنهم أيضا لن يدخلوا في حرب مع روسيا ولن يقوموا أيضا بإعلان الأجواء الأوكرانية بأنه ممنوع فيها الطيران يعني حلف الناتو لا يرغبوا بالحرب والآن جاءت التهديئة شيئا ما من عند الرئيس الروسي الذي قال بأنه أيضا يبحث عن التهديئة ويطلب إعادة العلاقة مع الدول الغربية أيضا أصدقائي استمرت أيضا هذا اليوم القصف وما زالت روسيا مسارة على السيطرة على جميع أوكرانيا وما زال القصف مستمرا وما زال يعني عدد كبير من الأوكرانيين للأسف فقدوا منازلهم غضروا منازلهم حسب الآن الإحصائيات تقريبا مليون ومئتي ألف أوكراني خارج البلاد ولجأوا إلى دول متعددة بالاتحاد الأوروبي حسب الإحصائيات يوجد الآن ستمائة وسبعين ألف لاجئ في بولندا لماذا؟ لأن بولندا وأوكرانيا وروسيا يعتبرون من الشعوب أسلافية كلهم شعب واحد وعدد كبير من الأوكرانيين لغتهم تشبه اللغة البولندية وتشبه اللغة الروسية لأنهم شعب واحد وأيضا لأنه يوجد تقريبا مليون أكثر من مليون أوكراني يعيشون أصلا ويعملون في بولندا فأغلب الأوكرانيين يلتجئون إلى بولندا ويرغبون بالبقاء في بولندا أيضا عدد كبير من الأوكرانيين 200 ألف لاجئ يوجد الآن في دولة مولدافيا 130 ألف يوجد الآن في هنغاريا وألمانيا دخلها لحد الساعة 18 ألف لاجئ وألمانيا أعلنت والأوروبا بأنه سيعطون إقامة العمال والبقاء أيضا للأوكرانيين كي يبقوا هنا في ألمانيا المشكلة التي الآن ممكن تواجه الأوكرانيين هي تعلم اللغة الألمانية لأنهم هم شعب سلافي واللغة السلافية شيئا ما مختلفة على اللغة الألمانية فلذلك رغم حق العمل الجميع يعرف بأنه في البداية اللغة الألمانية صعب تعلمها سوى بطبيعة الحال من يعرف الإنجليزية ممكن يشتغل في بعض الأماكن لكن حتى بإقامة العمل صعب عليهم أن يجدوا عملا لأن اللغة الألمانية يجب عليهم أن يتعلموها أصدقائي وممكن الكبار بالسن من الأوكرانيين ممكن صعب عليهم لأنه حتى عندهم صوروف أخرى هي التي يكتبون بها في أوكرانيا وفي روسيا يعني يجب عليهم أيضا أن يتعلموا الأبجادية اللاتينية والصوروف والكتابة باللغة الألمانية وهذا أيضا ممكن أن يصعب عليهم في البداية إيجاد عمل أصدقائي أيضا لاحظتم كلكم هذا اليوم الارتفاع المرعب والكبير للبنزين والديزل أصدقائي شيء صراحة مقلق أنا عندما انتهيت من العمل عملت تانكن للسيارة 2 يورو 2 يورو لأول مرة صراحة هناك توقعات بأنه ممكن يرجع يرتفع ويرتفع إلى 2 يورو 10 2 يورو 30 ممكن أن يصل حتى إلى 2 يورو 50 هناك خوف أن يصل إلى 3 يورو وبعدها سوف ينزل الثمن وسوف نفرح بعدها إذا وصل إلى أورو 80 سوف يرجع إلى أورو 90 أورو 80 أورو 70 لكن ممكن أن يأخذ فترة طويلة وعندما يرجع سنفرح الآن نحن نغضب ونقول غالي علينا أورو 80 غالي علينا أورو 60 غالي علينا أورو 70 للتر الواحد لكن عندما يصل إلى 2 يورو 50 أو 3 يورو سنفرح إلى هذه الأيام وسيرجع ممكن أن يرجع نتمنى أن تنتهي الحرب بسرعة أيضا لاحظوا ارتفع تمن الشعير وتمن الزيت أصدقائي في السوق العالمية لأن أوكرانيا وروسيا عندهم أكبر الحقول التي تنتج وتزرع الشعير حسب الطبيعة الملائمة لزراعة الشعير لذلك ممكن أن يرتفع تمن الدقيق في الأيام المقبلة أصدقائي أيضا أصدقائي نقطة أخرى بخصوص الصحف الألمانية بدأت تتكلم على الواقع الاقتصادي الألماني وقالت بأن ممكن أن الاقتصاد الألماني تضرر من هذه الحرب إذا استمرت مدة طويلة ممكن أيضا للأسف ممكن أن ترتفع البطالة وللأسف أن يفقد عدد كبير من الناس عملهم ويصبح الغلاء لذلك ضروري ضروري بأسرع وقت إيقاف هذه الحرب والجلوس للحوار والكلام والحوار والكلام يعني سانة من الحوار أحسن من يوم واحد من الحرب ومن الضمار والتهجير أيضا أصدقائي ألمانيا تحدر من العنصرية التي بدأت تحصل للجالية الروسية في ألمانيا لاحظوا بأن هناك إقصاء بدأ يحصل للروس يعاقب الروس يتم إقصاء الروس وهذا أمر خطير جدا وحضرت وزارة الداخلية من هذا الأمر وقالت إنه خطأ كبير هذه الحرب ليست حربا للشعب الروسي ضد الشعب الأوكراني لا إنها حرب لبوتين يعني الرئيس الروسي بوتين هذه حربه وليست حرب الشعب الروسي فلا تعاقب الجالية الروسية في ألمانيا ولا تعاقب الجالية الروسية في العالم فلا دخل لهم في هذا الأمر للأسف للأسف كما تلاحظون الشعب هم من يدفعون التمن الشعب الأوكراني للأسف تضمر بلده ويهجر بسبب هذا الغزو الروسي لوطنه وأيضا الشعب الروسي الآن عمل عليهم عقوبات فقط الفقارة والطبق الوسطى في روسيا سوف تزيد فقرا وسوف تضعف الطبق الوسطى في روسيا وتزيد الحاجة للأسف الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة هي من سوف تتضرر لكن هناك تجار الحروب سوف يزدادون أموالا لأن السلع ارتفعت وهناك الأغنياء سوف يستفيدون بشكل كبير وللأسف السياسيين لأن أغلب السياسيين يعيشون على أموال الضرائب أصلا لا يحسون بالزيادة لأن البنزين لا يدفعونه من جيبهم ولا شيء يدفعونه من جيبهم فلذلك للأسف الشعوب هي من تتضرر لذلك يجب دائما على الشعوب أن ترفض الحروب ارفضوا دائما الحرب واطلبوا دائما السلام شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء